هذه البيانات لكن يعني كيف اضع البيانات الحقيقية؟ طبعا انه انت لازم تضع ال data الحقيقية يعني هنا title بدلا انه اجي اعتمد على data نفسها صح؟ يعني اقدر اقول هنان title title اقدر اقول عليه dollar data control z قواس مجموعة لان في داخلها راح تكون اكثر من المحتوى zero او ليس zero وانما ال position موقع بعدين شنو الشيء اللي تريد تضعه هنانا title صح؟ title بعض الصورة نفس الكلام المن للbody اللي هو راح يكون سبتايتل صح؟ فهنا تقريد تضيف مثلاً سبتايتل اللي هو body هنا ايضاً ممكن انه بدل هذا الرقم واحد اللي ظهر في كلتهم لاحظ واحد 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 والاخري ممكن اهنان انت تضيف على سبيل مثال position لل id فراح يظهر P1 P2 يعني البوست الاول البوست الثاني البوست الثالثة راح يعتمد على اساس ال id خلينا نشوفه هنانا اها لاحظ هذا هو العنوان وهذا هو البودي لاحظ البودي اصغر من العنوان وانا يطلع لك P1 P2 P3 وإلى آخره يعني بيطلع لك P موجود فيها شو راح تساوي محمد عيسا اوكي ممكن اهنانا اجي اقول نيو ديفايدر او اكس اهنانا نيو ديفايدر خلينا نشوف ديفايدر هو الخط اللي راح يظهر بين POST و POST طيب اذا قلنا ف مثلا التنatories التنSean إسم بن تمام إذا كان التن surve pro لتـرن 一ắp تنJames يزهر با يوم راح يكون اوكي اوكي اللي او بالBuilder بهذه الصورة خليجي نعمل هنا نران ونشوف if position can even return new divider اوكي لاحظ ظهر عندك divider هذا خط اوكي لاحظ هذا divider هذا divider تلاحظ ما بعرف اذا كان واضحة بس هو في خط لاحظ في خط بيفصل الاول عن ثاني لاحظ صار الطريقة صار تأرتب طبعا ممكن انت تضيف ايضا صور هنا اذا كان عندك صورة ممكن ايضا تضيفها اوكي تضعها بدل هذا ال P1 P2 لاحظ هنا انا يظهر لك يقولك انه هذا P2 P2 P4 اذا كان فرديا وهنا نقوله final uh uh final like final new new خلنجو المقارب تقسيم 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 اما مجل اما مجل او واحد من الاثنين اما تقسيم اما مجل بس خلنجو المقارب و اذا خلنجو المقارب اكتitung تقسيم انسطات هذه المقارب اكت Mens اذا جم Kristin لرن أوكي نايس P1 P2 P3 وضاف عندك الدفايدر أوكي بس أصبح أوبس أصبح بالسالب هذا إذا جبنا هنا وجبنا هنا وعملنا لرن من جديد يعني نضعها بالسيرك الافاتار والبري حتى أوكي تمام الأنصر عندك P1 P2 P3 P4 هذا P1 اللي هو البوست 1 فلما أجي ألاحظ هنا وين أنت هذا لاحظ P1 اللي هو البوست 1 ال-ID هذا S-U-N-T لاحظ مع ال-Q البتاع أوكي إننا عند ال-ID 2 اللي هو Q-U-I ما عمنا الكلام منين جايبين هذا مع هذا تمام وفي خط يظهر هنا أوكي ف بهذه الصورة ال-Position الجديد ال-Dividing by 2 رح يحل لك مشكلة ويحولها إلى أنتجر طبعا يحل لك مشكلة ال-P1 P2 P3 يعني رجعها كما كانت ريلي نايس الآن صار عدنا البيانات موجودة وكذلك عدنا هذا الخط موجود معه دعنا نوقف هنا نكمل درس القادم